مراسلنا للشؤون العلمية والتكنولوجية محمد طاحا روب شوسميث بدأ معسكرا أمام أحد متاجر أبل قبل نحو أسبوعين من طرح هاتف آيفون الجديد ليكون أول من يحصل عليه مجموعة من الشركات رعت معسكر شوسميث وأمدته بكل حاجاته الأساسية ليواصل معسكره بل وأمدته بالمزيد هناك شركة أمدتني بمدرب يأتي ليمارس معي التدريبات الرياضية كما أن هناك راقصة ستأتي لي من اسكتلندا لتسليني كما أن هناك ساحرا سيساعدني حتى لا أصاب بالملل ولم يكن شوسميث وحده ينتظر الإعلان عن آيفون الجديد فبعد تأخر دام لعدة أشهر عن موعد إطلاقه الرسمي ها هي الأنظار تتجه إلى هاتف آيفون الجديد التحدي الذي يواجه أبل ليس بسهل خاصة بعد الاستحسان الكبير من جانب المستخدمين لأنظمة تشغيل أندرويد التي تعمل على معظم الأجهزة المنافسة لآيفون الجهاز الذي كشف النقاب عنه رئيس الشركة الجديد تيم كوك أسرع عدة مرات من الجهاز الذي سبقه كما أن صوره أكثر جودة ويحوي نظاما يتحكم فيه عن طريق الصوت الجهاز أيضا احتوى على ميزة في أحد منافسيه بلاك بيري وهي أرسال رسائل مجانية إلى أجهزة آيفون الأخرى لكن متابعي التكنولوجيا كانوا ينتظرون جهازا ثوريا يختلف كلية عن آيفون فور وسط سوق تعج بالمنافسة موقف شركة أبل صعب للغاية الهاتف الجديد ربما أهم هواتف أبل على الإطلاق فهناك منتجات منافسة تدق أبواب أبل مثل سامسونج جالكسي S2 هذا الهاتف له شاشة رائعة كما أنه نحيف للغاية وعمر بطريته طويل وكفاءة كاميراته عالية الخبراء يقولون أنه من المبكر الحكم على رد فعل السوق على الجهاز الجديد وأن الاختبار الحقيقي سيكون عند طرحه للبيع في الأسواق محمد طه بي بي سي لندن